اشتركوا في القناة للباطل جولة وأية جولة وللحق دولة ولدولة الحق صولات وصولات وصولات وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثلي بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية الحلقة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة من برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية المذهب الطوسي مثالا هذا عنواننا الكبير أما العنوان صغير المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي وقد بيّنت لكم مقصدي من هذا العنوان الشذوذ الجنسي الحديث هنا عن كل ما يخالف دين العترة الطاهرة في الشؤون الجنسية المرتبطة المرتبطة بحياتنا اليومية بيّنت لكم من أن الكلام سيكون على عدة مستويات تقدم الحديث في المستوى الأول المستوى العقائدي الفكري نظرياً وعملياً وحددتكم في المستوى الثاني المستوى الفتوائي المرجعي نظرياً وعملياً عردت ما عردت بين أيديكم من أمثلة من فتاوى المراجعي الطوسي لا أريد أن أعيد الكلام الذي تقدم في الحلقات السابقة لكنني أقرأ آية من سورة الأحزاب وأسألكم أسأل الذين تابعوا الحلقات المتقدمة إنها الآية السبعون والتي بعدها بعد البسملة من سورة الأحزاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلُوا قَوْلًا سَدِيدًا هذه الآية تنطبق على مراجعنا وهم يصدرون هذه الفتاوى التي مر ذكرها في الحلقات المتقدمة هل كان قولهم قولا سديدا ماذا تقولون أنتم هناك قول سديد وهناك قول سفيه وقول سفيه هذا مديح لكلامهم فهناك قولان هناك قول سديد وهو الذي تتحدث الآية عنه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة هذا هو المطلوب منا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لا ينطبق هذا الكلام بدرجة مئة بالمئة على فتاوى المراجع الطوسيين التي تقدم ذكرها لا أجد مجالا لإعادة كلامهم القول الذي يأتي منطبقا على أولئك المراجع ما جاء في نهج البلاغة الشريف عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة التاسعة بعد العاشرة من الخطبة السابعة أمير المؤمنين يحدثنا عن أتباع الشيطان اتخذوا اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا اتخذوه ملاكا أساسا مضمونا فحوا معنا اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا ملاكا واتخذهم له أشراكا هم اعتمدوا في مضمونهم مضمون الشيطان هم اعتمدوا في كل ما رتبوا عليه من أثر مهم في حياتهم أخذوه من الشيطان الشيطان حين وجدهم كذلك نصبهم أشراكا للناس كي يصطاد الناس بهم وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم تلك هي الفتاوى ما هي بالقول السديد الآية التي مرت علينا من سورة الأحزاب إنها الآية السبعون بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ما تقدم من فتاوى للمراجع الطوسيين يتناقض بدرجة كاملة وتامة مع مضمون الآية ويأتي منسجما بدرجة كاملة وتامة مع ما يتحدث به أمير المؤمنين عن أتباع الشيطان اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا ما هو ملاك تلك الفتاوى ملاكها أمر الشيطان اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا وإلا ما هو الملاك الحكيم في فتوى مضمونها أن الرجال يلعبون بالأعضاء التناسلية للرجال الآخرين وبعضهم يلعب بأعضاء البعض وهكذا الأمر في النساء ما هو الملاك الحكيم في هذه الفتوى الملاك في هذه الفتوى ملاك قذر ملاك شيطاني وما هو الملاك في أن الزوجة تدخل في دبر زوجها ما تدخل لأجل المداعب إنه اللواط الصناعي ما هو الملاك الخير في هذه الفتوى إنه ملاك الشر والنجاسة ملاك شيطاني قذر ما هو الملاك الصالح والنافع في فتاوى التلقيح الصناعي الزنا الصناعي تكوين أبناء الزنا صناعيا ما هو الملاك النافع في هذا وآل محمد صلوات الله عليهم يقولون إن ابن الزنا لا يطهر إلى البطن السابع إلى البطن السابع ونجاسة الزنا تنتقل في الأجيال ما هو هذا الذي فتك في البشرية لماذا حرمت سقيفة بني ساعدة زواج المتعة لأجل أن ينتشر اللواط ولأجل أن ينتشر الزنا فبانتشار اللواط وانتشار الزنا سيكون هناك إعراض كامل عن علي وآل علي وهذا هو الذي حدث في هذه الأمة هذا هو سبب تحريم زواج المتعة من قبل سقيفة بني ساعدة كي ينتشر اللواط وينتشر الزنا حتى تتكون المجاميع والأحزاب والجهات عبر التأريخ منذ زمان السقيفة وإلى يومنا تعادي عليا وآل علي بالضبط مثلما فعلت سقيفة بني ساعدة فأزالت حي على خير العمل من الأذان كما يقول إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه رفعوها حربا لولاية علي وآل علي فمثلما رفعوا حي على خير العمل من الأذان طمسا لولاية علي وآل علي لأنها خير العمل الدليل على أنها خير العمل الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فجعلت الرسالة صفرا من دون ولاية علي من دون بيعة علي إذن هي خير العمل الكلام واضح ولا أريد أن أقف طويلا عند هذه الجهات التي قد حدثتكم عنها كثيرا في البرامج السابقة وخصوصا ما يرتبط بالآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة التي هي أم الآيات وسيدة الآيات وهي الآية الحاكمة الأولى على كل كتاب الله إتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه لقد نطق الشيطان بالباطل على ألسنت المراجع الطوسيين منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي اللعين مذهبه النجس اللعين عبر حوزة النجف اللعين نذهب إلى فاصل اللهم إني أسألك باسمك يا سميع ويا شفيع يا رفيع ويا مني يا سريع ويا بديني يا كبير ويا قدير يا خبير ويا مجير سبحانك يا لالا الغرف الغرف يا حيا قبل كل حن يا حيا بعد كل حن يا حيا اللذي ليس كمثله حن يا حيا اللذي لا يشاركه حن يا حيا اللذي لا يحتاج إلى حن يا حيا اللذي يميت كل حن يا حيا اللذي يرزم كل حن يا حيا اللم يرز الحياة من حن يا حيا اللذي يحي الموتى يا حيا يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نام سبحانك يا يا حيا اللذي يميت كل حن يا حيا اللذي يميت كل حن عند هذه الفتاوى التي ذكرتها لكم في الحلقات المتقدمة هذه الفتاوى أمثلة وأنا لست مهتما بهذه الأمثلة إنما ذكرت لكم هذه الأمثلة كي تعرفوا ضلال المنهج المشكلة في المنهج وليست في هذه الفتاوى والمسائل الجزئية المشكلة في المنهج الذي عليه المراجع الطوسيون هذا المنهج هو الذي ينتج هذا الضلال منهج شيطاني صرف عبره ينطق الشيطان على ألسنة المراجع الطوسيين وإلا هل يقول قائل منكم على الأقل من أن الفتاوى التي تقدم ذكرها هي منطق خير هي منطق سدات هي منطق حكمة هل دين العترة الذي لأجله قتلت فاطمة هو هذا فاطمة قتلوها لأجل هذا الضلال ولأجل أن يتحكم بنا مجموعة من العجائز بالتعبير الشعب العراقي مجموعة شياب هتلية سرسرية سفلية يلعبون علينا ويضحكون علينا الفساد موجود في بيوتهم وفي عوائلهم وفي مكاتبهم للراس للقوقة مثل ما يقولون العراقيين للقوقة واصل فهل هذا هو دين العترة الذي لأجله قتل أمير المؤمنين أي منطق هذا إذا كان الأمر هكذا فإن الأمر لعبة من أصله وأكذوبة من أصله أي إله هذا الذي يضحي بأعظم تجلياته لأجل دين بهذه القذارة والوسخ هذا دين العباسيين هذا دين الطوسي هذا دين حوزة النجف هذا دين المراجع اللصوص هذه هي الحقيقة من الآخر مثل هذه الفتاوى يوجد الكثير يوجد الكثير إن كان في سياق الشذوذ الجنسي أو في غير هذا السياق لا أريد أن أخرج عن هذا السياق فعنوان حلقاتنا المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثاني من تحرير الوسيلة إنها الرسالة العملية لروح الله الخميني وهذه الرسالة في أصلها لأب الحسن الإصفهاني هذه الرسالة العملية لأب الحسن الإصفهاني المرجع الشيعي المعروف رسالته العملية عنوانها وسيلة النجاة الخميني أعاد كتابتها أب الحسن الإصفهاني لكنه وافق أب الحسن الإصفهاني في الكثير منها وخالفه في بعض الموارد فإنه أعاد كتابة رسالة أب الحسن الإصفهاني ولذلك سميت بتحرير وسيلة النجاة هذا الاسم الأول لها حينما طبعت بعد ذلك تغير العنوان فاختصر تحرير الوسيلة وسيلة النجاة لأب الحسن الإصفهاني والتحرير إعادة كتابه فهذه الفتوى مثلا في الصفحة الحادية والعشرين بعد المائتين من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها المسألة الثانية بعد العاشرة من مسائل باب النكاح لا يجوز وطع الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً دواماً كان النكاح أو منقطعاً وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيض والتفخيض معلوم لديكم والتفخيض فلا بأس بها حتى في الرضيعة هذه المسألة أساساً أثبتها وألفها وكتبها أبو الحسن الإصفهاني ووافقه الخميني عليها ووافقه أيضاً محمد رضا القلبايقاني في رسالته العملية هدايته العباد في الجزء الثاني في باب النكاح ووافقهم آخرون هذه القضية مستمرة أنا أسأل هؤلاء أين وجدوا هذا في كتاب الله أين وجدوا هذا في حديث العترة الطاهرة هذا الهراء وهذا السخف يبقى مستمراً لماذا المشكلة ليست في المراجع أنفسهم فأنا متأكد من أن المراجع هؤلاء لم ينفذ هذا الأمر عملية سواء الذين ذكرتهم أو الذين لم أذكرهم هذا أمر تتقزز منه النفوس رضيعة في قماطها أي حيوان هذا تميل نفسه أن يفخذها أي حيوان هذا أنا متأكد أن هؤلاء المراجع لا يقومون بهذا الأمر المشكلة ليست فيهم المشكلة في المنهج لكن المشكلة الأكبر لو أن أحدا نبههم سيعاندون سيصرون على ضلالهم هذه هي المشكلة القائمة الآن والحكاية لا تنتهي عند هذه القذارة هذه القذارة ستصل إلى تفسير القرآن التفاسير التي كتبها الطوسيون هي أكوام من القذارة ستصل إلى العقائد ستصل إلى فهم وشرح الزيارات والأدعية سيتحول الدين إلى قذارة إلى مزبلة وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع أصل المشكلة في المنهج وأصل مشكلة المنهج أنه يتبنى مذهباً لا علاقة له بدين العترة الطاهرة إنه مذهب عباسي نجس قذر أسسه لنا الطوسي المشكلة هنا المشكلة في المذهب الذي تحول إلى منهج وهذا المنهج تمسك به المراجع الطوسيون حتى لو اكتشفوا الحقيقة لن يتراجعوا عن هذا المذهب النجس عناداً ومحافظة على مصالحهم الدنيوية هذه هي الحقيقة من الآخر أنتم أحدثكم أبنائي وبناتي من شيعة الحجة بن الحسن ليس عندكم من مصلحة دنيوية في أن تبقوا على المذهب الطوسي مراجع النجف وكربلاء هؤلاء يبحثون عن مصالحهم وعن شهواتهم في الرئاسة والزعامة يريدون أن يورثوا هذه القذارة لأولادهم وأحفادهم سود الله تعالى وجوههم عاقبة سيئة ودين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة ولذا أقول لهم دينهم على الأقل أتحدث عن نفسي ولي ديني ولهذا السبب أجلس هذا المجلس كي أفضح هؤلاء أنا لا أتحدث عن الأشخاص الأشخاص بالنسبة لي ليسوا مهمين أنا أتحدث عن المنهج لكنني كيف أوضح لكم ضلال المنهج لا بد أن أتحدث عن الآراء والأقوال وحينما أتحدث عن الآراء والأقوال لا بد أن أتحدث عن أصحابها وإلا فلست مهووسا بالحديث عن الأشخاص والأسماء أنا مهتم بالحديث عن المذهب نفسه عن منهج الضلال هذا الذي حارب ولا زال يحارب دين العترة الطاهرة والذي ضلل أجيالنا السابقة ولا زال يضلل بقايا تلك الأجيال وأسفا على أجدادنا وأبائنا وأقربائنا الذين قضوا على مذهب الضلال الطوسي رحمة محمد وآل محمد ستسعهم ولكن هناك فارق كبير بين من يذهب إلى الجنة مرفوع الرأس وبين من يذهب إلى الجنة وعورته متكشفة الروايات تقول والله الروايات تقول تقول هناك من الناس من الشيعة يدخلون الجنة وتبقى عوراتهم متكشفة يراها أهل الجنان فارق كبير بين هؤلاء وهؤلاء أدرك أنفسكم أدرك أنفسكم وأسفا وأسفا على أهالينا والله كلما رأيت جنازة شعية يهيمن علي الأسف أن هذا مات أو هذه ماتت وهي لا تعرف شيئا من دين العترة الطاهرة وتتوقع أنها كانت على دين العترة الطاهرة وما هي كذلك لقد ضحك عليها مراجع النجفي وكربلاء هؤلاء الكذابون الدجالون الأشقياء نذهب إلى فاصل يا من له ذكر لا ينسى يا من له نور لا يطفى يا من له نعم لا تعاد يا من له ملك لا يزول يا من له ثلاؤ لا يحصى يا من له جلال لا يكيف يا من له كمال لا يدرك يا من له قضاء لا يرد يا من له صفات لا تبدل يا من له نعوت لا تغير يا من له نعوت لا تغير سبهانك يا لالغم يا رب العالمين يا مالك يا مدين يا غاية الطالبين يا ظهر اللاجين يا مدرك الهاربين يا من يحب الصابرين يا من يحب التوابين يا من يحب المتطهرين يا من يحب المحسنين يا من يحب السورين سبحانك يا لالغم الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الأول من الكاف الشريف لشيخنا الكوليني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار الأسوى طهران إيران في الصفحة السابعة والسبعين إنه الحديث العاشر بسنده بسند الكوليني عن يونس ابن عبد الرحمن قال قلت لأب الحسن الأول إمامنا الكاظم صلوات الله عليه قال قلت لأب الحسن الأول بما أوحد الله يونس يسأل إمامنا الكاظم هذا السؤال بما أوحد الله فقال يا يونس لا تكونن مبتدعا الإمام استعمل نون التوكيد المثقلة المشددة لا تكونن مبتدعا من هو المبتدع في ثقافة العترة الطاهرة المبتدع الذي يتجاوز سياجة قرآنهم المفسر بتفسيرهم وسياجة حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذا هو المبتدع الذين نقضوا بيعة الغدير إنهم مراجع حوزة النجف وكربلا يونس ابن عبد الرحمن يقول للإمام الكاظم صلوات الله عليه بما أوحد الله فقال يا يونس لا تكونن مبتدعا من نظر برأيه هلك هذا علي يفهمكم بعدي هذه مواثيق بيعة الغدير التي بايعنا عليها الله وبايعنا عليها رسول الله وبايعنا عليها أمير المؤمنين هذا علي يفهمكم بعدي منطق التفكير قواعد الفهم تأخذ من علي وآل علي فقط من العيون الصفية لا كما فعل الطوسيون كرعوا في العيون الكدرة القذرة يا يونس لا تكون مبتدعا من نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه ضل ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفار هذا هو المبتدع يا يونس لا تكون مبتدعا من نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه ضل ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفار الكلام واضح لا يحتاج إلى شرح وتبيين إلى الحديث الذي بعد هذا الحديث بسند الكليني عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها ماذا قال الصادق صلوات الله عليه لا 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 تفعل هذا لا أما إنك إن أصبت لم تؤجر إن أصبت لم تؤجر أين هذا من الذي يكرره الوائل وغير الوائل على المنبر من أن المجتهد إذا أصاب له أجر له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد أين هذا الضلال السقيفي من منطق العترة الطاهرة أما إن أصبت لم تؤجر إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل هذا هو منطق العترة إن أصبت لم تؤجر إذا لم يكن منهجك مأخوذا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم حتى لو أصبت فإنك لم تؤجر لأن القضايا احتمالاتها محدودة فلربما في بعض الحالات تذهب إلى الاحتمال الصحيح فحينما تذهب إلى الاحتمال الصحيح لا تؤجر لأنك ما اتبعت منهج علي وآل علي ما اتبعت ما بايعت عليه في بيعة الغدير أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم أبو بصير يقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها قال لا أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل بالضبط ما فعله هؤلاء المراجع في الفتاوى التي حدثتكم عنها والتي هي أمثلة على الشذوذ الجنسي الذي هو ظاهرة واضحة في المذهب الطوسي العباسي القذر وحتى في سائر الفتاوى الأخرى هذا الأمر يجري في رسائلهم العملية بشكل عام وفي كتبهم الاستدلالية وفي أبحاث الخارج ودروس الحوزة عموما أقرأ عليكم بعضا مما جاء في كتاب المحاسن لأبي جعفر البرقي رضوان الله تعالى عليه هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان الطبعة الأولى 2008 ميلادي البرقي توفي سنة سنة 274 أو ربما بعدها بشيء قليل للهجرة في زمان الغيبة الأولى في صفحة الخامسة والثلاثين بعد المئة من الباب الرابع الحديث الثاني بسنده بسند البرقي عن محمد بن القاسم الهاشمي قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أصبح من أمتي وهمه غير الله فليس من الله هذا الحديث ينطبق على مراجع النجف وكربلاء تمام الانطباق لو كان همهم هو الله لو كان همهم هو إمام زمانهم فمن أحبكم أحب الله ومن أطاعكم أطاع الله ومن أراد الله يتوجه إليكم هكذا نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء في كل لحظة في ليلهم ونهارهم على طول أعمارهم في عباداتهم ومعاملاتهم أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء مراجع النجف وأصحاب العمائم يسمعونني الآن في النجف وغير النجف وحق الزهراء عندي معلومات دقيقة أصحاب العمائم الكبيرة يتابعون البرنامج إن كانوا في النجف أو كانوا في كربلاء أو كانوا في قم أو في سائر المناطق الأخرى وأنا أقولها وبعبارة صريحة مراجع النجف وكربلاء حين أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء فإنني لا أجعل الكلام محصورا بهم لكن النجف وكربلاء العنوان الأول العنوان الأصل وما بقي من العنوان يأتي متفرعا على هذا العنوان مراجع النجف وكربلاء همهم الأول والأخير أن يحافظوا على مرجعيتهم إن وصلوا إلى المرجعية العليا وأن يورثوها لأبنائهم وأن يحافظوا على مستوى التثويل والتجهيل والتضليل والتدييخ لأتباعهم كي تستمر الأموال في الوصول إليهم هذا همهم الأول والأخير وبعد ذلك يأتي همهم في حياكة المؤامرات للذين ينافسونه أو للذين يخالفونه هذا هو هم المرجع الأعلى وهم سائر المراجع في ليلهم ونهارهم وأصحاب العمائم الذين يسمعونني الآن يعرفون هذه الحقيقة الهم الأول لأصحاب العمائم الكبيرة في النجف الهم الأول المحافظة على مرجعياته توريث المرجعيات لأولاده خزن الأموال وتثويل وتضليل وتجهيل مقلديهم كي يستمر في دفع الأموال وحياكة المؤامرات وإطلاق الأكاذيب على الذين يخالفونه هذا منهج مراجع حوزة النجف وكربلاء منذ تأسست هذه الحوزة اللعينة القذرة النجسة أتحدث عن النجاسة المعنوية من أصبح من أمتي وهمه غير الله فليس من الله هؤلاء لو كانوا من الله لما قالوا هذا الضلال ما معنى أن الزوجة تلوط في زوجها ما هذه المهزلة وهذا مثال العقل الذي يخرج هذا ويخرج أنثاله هذا عقل شيطاني لا علاقة له بالله من أصبح من أمتي وهمه غير الله فليس من الله الحديث الذي بعده إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده وهذا هو الذي دعوتكم إليه منذ أول يوم من أيام هذا الشهر الشريف قلت لكم اجعلوا حاجتكم الأولى والأخيرة في هذا الشهر أن يكون همكم في حياتكم موافقا لهم إمام زمانكم يا ليتنا نكون كذلك ألتمسكم الدعاء أن أوفق لهذا المعنى من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده هذه الأحاديث بحاجة إلى شرح وتفصيل لكن المقام لا يسمح بذلك الحديث الرابع بسنده بسند البرقي عن زرارة ابن أعين ابن أعين على القراءتين عن زرارة ابن أعين قال قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه ما حق الله على خلقه ما هو حق الله ما حق الله على خلقه قال حق الله على خلقه أن يقولوا بما يعلمون ومن أين يأتي العلم من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيره إنه علم الغديرين هكذا بايعنا في الغدير الأول العلوي وفي الغدير الثاني المهدوي العلم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم زرارة يسأل إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما حق الله على خلقه قال حق الله على خلقه أن يقولوا بما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد والله الإمام هنا استعمل قد لتأكيد تحقيق وقوع الأمر وأقسم بالقسم الأعلى والله فإذا فعلوا ذلك فقد والله أدوا إليه حق هذا هو التسليم لمحمد وآل محمد هذا هو الوفاء ببيعة الغدير لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحجة بن الحسن هذه الرواية لا بد أن نقف عندها طويلا ما حق الله على خلقه قال حق الله على خلقه أن يقول بما يعلمون ويكف عما لا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد والله أدوا إليه حقه انظروا إلى فتاوى المراجع الطوسيين إنهم يخالفون هذا المعنى بالتمام والكمال هذا هراؤهم في رسائلهم العملية أو في دروس الخارج إنه خارج عن الحق إنه خارج عن الهدى وداخل في الضلال والباطل هذا هو بحثهم الخارج في الحقيقة هو وبحثهم الخاري وليس الخارج في بحوث الخاري لمراجع حوزة النجف وكربلا وفي الرسائل العملية هذا الضلال وهذا الهراء وهذا الخراء الحوزوي يخالف ما جاء هنا في كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لأنهم لم يقولوا بما يعلمون ولا كفوا أنفسهم عما لا يعلمون وإنما غطسوا وأغطسون معهم في خرائهم وقذارتهم ونجاستهم ولا زالوا مستمرين على هذا الحال من الباب الخامس في صفحة السادسة والثلاثين بعد المئة من كتاب المحاسن لأبي جعفر البرقي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة مئتين وأربعة وسبعين للهجرة وربما بعدها بقليل الحديث الأول بسنده بسند البرقي عن مفضل ابن يزيد قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال أنهاك أن تدين الله بالباطل من دون عقيدة سليمة وهذا هو الذي أكرره دائما في برامجي من أن جواز النجاة في الدنيا والآخرة العقيدة السليمة العقيدة السليمة لا تأخذ إلا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وتف على علم الكلام وتف على شرح التجريد للعلامة الحل وأصله لنصير الدين الطوسي وتف على شرح الباب الحادي عشر الذي أصله للعلامة الحل وشرحه للمقداد السيوري وتف على عقائد الإمامية للمظفر وتف على سائر الكتب العقائدية التي كتبها الطوسيون الأنذال في حوزة النجف وكربلة العقيدة السليمة لا تأخذ إلا من قرآن علي وآل علي المفسر بتفسيرهم فقط وفقط وفقط ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط وفقط وفقط ما إن تمسكتم بهما محمد المصطفى هو الذي أعطانا هذا الضمان ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا لكن الأمة خائنة سافلة أمة سقيفة بني ساعدة أمة خائنة وأمة سقيفة بني طوسي أمة مستحمرة أمة حمير بتمام معنى هذه الكلمة الإمام الصادق يقول للمفضل بن يزيد أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال أنهاك أن تدين الله بالباطل وماذا بعد وتفتن الناس بما لا تعلم بالضبط هؤلاء يفتون الناس بما لا يعلمون من أين جاءوا بهذا الفقه الأخراق من أين جاءوا بهذا الفقه الأخراق من المنهج الذي يعتمدونه لم يجدوا نصوصا في هذه الوقائع بشكل خاص فلجأوا إلى الأصول العملية وهذا منهج نجس قذر لا علاقة لدين العترة الطاهرة به أنا لا أرفض الأصول العملية فهذه الأصول العملية العقل يقبلها وإشارات القرآن تشير إليها ومن الأحاديث الشريفة عندنا ما يمكن أن يكون دليلا عليها لكن الأئمة لم يقول لنا من أن الأصول التي أصلناها لكم هي هذه هذه يعمل بها في بعض الحالات بحسب القرائن والقيود التي بينها لنا أئمتنا الأئمة أصل لنا أصولا هي غير هذه الأصول الأصول العملية التي تسمى بالأدلة الفقاهتية في علم أصول الفقه القذر هي أصالة الاستصحاب وأصالة البراءة وأصالة الاشتغال والتي تسمى أيضا بأصالة الاحتياط وأصالة التخيير هذه الأصول الرئيسة الكبرى وهناك أصول فرعية كأصالة الطهارة وأصالة الحلية إلى غير ذلك هذه الأصول لها جذور عقلية لها جذور قرآنية لها جذور حديثية لكن تطبيقها بحسب المنهج الطوسي تطبيق خاطئ يطبقونها في كل شيء هذه الأصول لها مساحة ضيقة الأصول التي لها مساحة واسعة أصلا لا تخطر في أذهانهم نحن عندنا الأصل الأكبر الأصل الأكبر الأسوة محمد وآل محمد أسوة لنا هذه الأمور التي تحدثت عنها فتاوى الشذوذ الجنسي هل كانت تجري في بيوت محمد وآل محمد هل أننا نتوقع أن هذا يجري في بيوتهم هم أسوتنا فإذا كان هذا لا يجري في بيوتهم هذه أمور محرمة أن يلعب رجل بعورة رجل وأن تلعب امرأة بعورة امرأة للعب والمزاح من دون إثارة الشهوة هذا أمر محرم هذا لا يفعل في بيوت محمد وآل محمد وهم أسوتنا الأصل الأكبر هو أصل الأسوة وهناك أصل التقوى أتعلمون كم من الآيات وردت في الكتاب الكريم فيها مادة التقوى مادة التقوى الحروف الأصلية للكلمة عدد الآيات التي وردت فيها مادة التقوى وعدد المرات يتجاوز المئتين بل يتجاوز المئتين والأربعين مرة آيات كثيرة جدا ملئ القرآن بها تأمر بالتقوى اتقوا الله التقوى أصل من أصول العترة وفقا لها نستنبط الأحكام أصل الاستصحاب وأصل البراءة موجود في ديننا لكنه لا يطبق بهذه السعة هذه أصول مساحة تطبيقها ضيقة جدا الأصول الكبيرة هي هذه هذا الذي يجيز للزوجة أن تدخل في دبر زوجها ما تدخل في فتاوى ويوافقه الآخرون لأن المنهج هو الذي ينتج هذه الفتاوى المشكلة في المنهج هذا لأنه عمل بأصالة البراءة لا يوجد نص في هذا المورد أصالة البراءة لا علاقة لها بهذا الموضوع هذا الموضوع نعود فيه إلى بيت علي وفاطمة أسرة علي وفاطمة هي الأسوة لنا هذا يجري في هذه الأسرة قطعا لا لا يوجد شيعي أصلا لا يضع هذا في الاحتمال حتى في الخيال هؤلاء هم أسوتنا أصل الأسوة من الأصول التي أصلها لنا القرآن وأصلها لنا الأئمة هذه هي الأصول التي أئمتنا قالوا علينا الأصول وعليكم الفروع لا أصل الاستصحاب الذي جئتمونا به من أصول نواصب السقيفة بني ساعدة وإن كان له جذور من الجذور العقلية والقرآنية والروائية لكن في دائرة ضيقة أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع هذا موضوع مبنائي كبير لكنني أقول من أن الدليل على فساد تلك الفتاوى أصل الأسوة كل الأمور التي ذكرت في تلك الفتاوى تكون متعارضة مع هذا الأصل التلقيح الصناعي هل تتوقعون أن الأئمة يفعلون ذلك أو أن أبناءهم يفعلون ذلك أو أن أصحابهم المقربين يفعلون ذلك يأتون بمني رجل أجنبي كي يدخلوه في أرحام نسائهم هؤلاء هم الأسوة بأصل الأسوة هذا تتساقط هذه الفتاوى القذرة النجسة الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر نذهب إلى فاصل سبحانك يا الله يا من هو أحد بلادت يا من هو فرد بلادت يا من هو سمد بلادت يا من هو وطر بلادت يا من هو وقاضن بلا حف يا من هو وربون بلا وزیر يا من هو وعزیزون بلا دول يا من هو وغنیون بلا فقر يا من هو وملکون بلا عز يا من هو وموصوفون بلا شبیه سبحانك كان في نية أن أقرأ عدداً أكثر من الأحاديث لكن وقت الحلقة يجري سريعاً سأقرأ هذا الحديث كي أنتقل إلى جهة أخرى من جهات حديثي إنه الحديث السابع من الباب الخامس من محاسن البرقي في صفحة السابعة والثلاثين بعد المئة بسنده بسند البرقي عن أبي عبيدة الحذاء عن إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله بغير علم يحمله ولا هدى من الله الهدى من الله الارتباط بإمام زماننا هذا هو الهدى من الله لا أن يكون الارتباط بسقيفة بني ساعده فإن الارتباط سيكون حينئذ مباشرا مع الشيطان لا بد أن يكون العلم الذي عندنا علما غديريا مستندا إلى بيعة الغدير إنه القرآن المفسر بتفسيرهم والحديث المفهم بتفهيمهم هذا هو العلم الغديري الشريف أن يكون علمنا من هذه العيون الصافية من هذه العيون الزكية الطاهرة وأن يكون لنا ارتباط بإمام زماننا من أفتى الناس بغير علمين ولا هدى من الله وأفضل الارتباط هو هذا الذي ذكرت نفسي به وذكرتكم به أن يكون همنا في حياتنا موافقا لهم إمام زماننا وحينئذ ستكون أهدافنا في الحياة تصب في هدف إمام زماننا وهذا بشكل تلقائي سيجعلنا من الممهدين للمشروع المهدوي العظيم وحينئذ سنكون قريبين من كلمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي يقول لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي كيف يخدمه أيام حياته ما لم يكن الهم واحدا وكذلك نحن كيف نخدم إمام زماننا بقدر ما نستطيع وأن تكون خدمته الأمر الأول في حياتنا ما لم يكن همنا في الحياة موافقا لهم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من أفت الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتواه ويل للسستاني من فتاوى التي عمل بها الشيعة وصنعوا ما صنعوا من أبناه الزنا بحسب فتاوى السستاني وولده محمد رضا محمد رضا الآن لا يعمل بفتاواه ولكن إذا مات أبوه وصار مرجعا من بعده كما هو المخطط من قبل أبيه ومن قبله هو وتدفع الأموال الطائلة الآن لشراء الذمم لأجل التمهيد لمرجعية محمد رضا السستاني أعود إلى السستان الكبير إلى السستان الأب كم لحقه وسيلحقه بعد موته من الوزر بسبب الذين عملوا بفتاوى التلقيح الصناعي وصنعوا أبناء الزنا يمهدون لنصرة السفياني يمكن أن يكون أبناء الزنا ناصرين لإمام زماننا لكن الاحتمال سيكون ضعيفا أما في نصرة السفياني فإن الاحتمال سيكون أقوى وأقوى من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتواه المشكلة كما قلت لكم المشكلة ليست في أشخاص المراجع وربما المراجع لا يعملون بمضامين فتاواهم إننا ما سمعنا بمرجع من المراجع قام بعملية التلقيح الصناعي مثلا ولا أعتقد أن مرجع من المراجع مثلا ذهب مع عائلته إلى البلاج إلى شاطئ البحر وعائلته تعرت أمامه وكان يرى محارمه هذه المعاني لا توجد في حياة المراجع وإنما توجد في فتاواهم هذه الفتاوى القذرة ناتجة عن منهج ضال لا علاقة للعترة الطاهرة به وهذا المنهج مثل ما ينتج فتاوى الضلال هذه ينتج عقائد الضلال وينتج تفسير الضلال وينتج ثقافة الضلال وينتج الضلال والضلال والضلال ما هو هذا واقعنا الشيعي المشكلة في المنهج يا أيها الشيعة هاولوا أن تنقذوا أنفسكم ابتعدوا عن الطوسيين بقدر ما تستطيعون طهروا عقولكم وقلوبكم من قذارات الطوسيين وخصوصا المراجع سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة على ما فعلوه بناء وما فعلوه بالشيعة في الأجيال الماضية وفي أجيالنا الحاضرة هؤلاء لو أنهم يعملون بالأصول التي أصلها الأئمة ذكرت لكم مثالا من هذه الأصول أصل الأسوة أحدثكم عنه بشكل إجمال سورة الأحزاب حدثتنا عن الخطوط العامة لهذه الأسوة في الآية الحادية والعشرين بعد البسملة من سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا هذا العنوان واضح أنا لا أجد وقتا كافيا كي أقف عند كل آية إنما أستعرض لكم النصوص من الكتاب ومن كلماتهم الشريفة كي أضعكم في صورة إجمالية لهذا الأصل الذي حدثتكم عنه إنه أصل الأسوة أصل التأسي بمحمد وآل محمد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا في سورة الأحزاب هناك جهات ترتبط بهذا الموضوع ذكرت هي بحاجة إلى أن نقف عندها لكنني لا أجد وقتا في هذه الحلقة أعدكم سأحدثكم عنها في برامج أخرى ما جاء في الآية السادسة بعد البسملة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وما جاء في الآية الخامسة والعشرين بعد البسملة وَكَفَى اللَّهُ المؤمنين القتال وَكَفَى اللَّهُ المؤمنين القتال بعلياً في قراءة ابن مسعود في كتب المخالفين وفي رواياتنا أيضاً الكفاية بعلياً الكفاية بعلياً ليس في القتال فقط وإنما في كل شيء مثل ما جاء في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الرسالة بكلها تساوي صفراً من دون بيعة علي فعلياً هو كافينا وكفى الله المؤمنين القتال وفي الآية السادسة والخمسين بعد البسملة والتي بعدها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم في كتب المخالفين قبل كتبنا حينما يأتي الحديث عن هذه الآية فإن الحديث يأتي مباشراً عن الصلاة البتراء النبي نهانا عنها يستمر القرآن بعد الآية هذه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهين هذه حدود أصل الأسوة وفي الآية السبعين بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً هذه التقوى وهذا القول السديد لن يتحقق إلا بالرجوع إلى الأسوة التي ذكرت في هذه السورة وذكرت 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 الحدود العقائدية والمعرفية والحدود العملية والفعلية والقولية لأصل الأسوة الذي هو الأصل الأعظم أئمتنا هكذا قالوا لنا إذا أردتم أن تستكملوا الإيمان فماذا نفعل وماذا نقول أن نقول القول منا ما قاله آل محمد ما بلغنا عنهم وما لم يبلغنا ما أسروا وما أعلنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إذا ما عملنا بهذا الآصل النتيجة هنا في الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة هي الآية التي رددها كثيرا سيد الشهداء في يوم عاشوراء في أرض كربلاء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مضمون ومنهم من قضى العسوة العسوة هو الذي يحدثنا عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل من كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف وهو من شيعته الواقعة المشهورة من أن عثمان بن حنيف دعاه من دعاه من أهل البصرة إلى مأدبة ووليمة تدرون شنو كانت باتشا هذا الكتاب الذي بقي إلى اليوم كانوا عازمين عثمان بن حنيف على باتشا باتشا رؤوس الأغنام والتعبير فارسي أمير المؤمنين يقول لا أريد أن أنشغل كثيرا بهذه التفاصيل الوقت يجري سريعا أمير المؤمنين في كتابه إلى بن حنيف ألا وإن لكل مأموم إماما نحن مأمومون أو لسنا كذلك الإمام الإمام يضع هذه القاعدة ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه هذا هو أصل الأسوة يقتدي به ويستضيء بنور علمه ما هو العلم الذي نستضيء به هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم ألا تف على منهج حوزة النجاف لأنه يتناقض بدرجة مئة بالمئة مع هذا وإن لكل مأموم إماما الدليل هذه الفتاوى الوسقة التي وضعتها بين أيديكم وسائر الفتاوى الأخرى ما هذه الفتوى أوسخ من هذه الفتاوى فتوى أن الصلاة تبطل بذكر علي هذه أنجسوا وأقذروا من هذه الفتاوى التي ترتبط بموضوع الشذوذ الجنسي ما هذه فتاوى مراجع النجاف الصلاة تبطل بذكر علي ألا لعنة الله على دينكم ألا لعنة الله على منهجكم ألا لعنة الله على فتاواكم ألا لعنة الله على صلاتكم ألا لعنة الله على مرجعيتكم ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستطيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه إنه يتحدث عن الموقف الذي كان فيه أمير المؤمنين وعن موقف ابن حنيف وهذا تطبيق من التطبيقات لكن القاعدة الأصل هي هذه ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستطيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك لا تقدرون على أن تكونوا كما يفعل المعصوم كما يفعل المعصوم للإقتداء به المعصوم يفعل ما يفعل ويقول ما يقول للإقتداء به أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع الآن لكنني أضرب لكم مثالاً هل المعصوم بحاجة إلى وضوء بحاجة إلى غسل المعصوم ليس بحاجة إلى وضوء وليس بحاجة إلى غسل لأن الغسل والوضوء للتطهير والمعصوم طاهر مطهر في كل أحواله وفي كل آن من آناته لكنه يلتزم بالوضوء والغسل ووضوءه وغسله مثالي لأنه أسوة نقتدي به ألا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه إلى أن يقول أمير المؤمنين ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك نحن لا نستطيع أن نتوضأ وضوءاً مثالياً أو نغتسل غسلاً مثالياً أو نؤدي صلاة مثالية أو أو ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد أين العفة في هذه الفتاوى القدرة الإمام يطالبنا بالعفة في كل الأحوال الكلام ليس مخصوصاً بحالة معينة هذا هو ذوق الأئمة ذوق الأئمة هو هذا الورع والاجتهاد الاجتهاد الإخلاص في العبادة وأن الإنسان يأتي بالعمل على أحسن وجهه لا علاقة له بمصطلح الاجتهاد هذا الذي جاءوا به من النواصب وجعلوه مصطلحاً أساسياً من مصطلحات حوزة الضلال في النجف ألا لعنة الله عليها ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسدات هذا هو أصل الأسوة الذي أحدثكم عنه آيات القرآن كثيرة وفيرة في هذا المضمون وأحاديث العترة كثيرة وفيرة في هذا المضمون أيضاً نذهب إلى فاصل يا من ذكره شرف للذاكرين يا من شكره فوز للشاكرين يا من حمده عز للحامدين يا من طاعته نجاة للمطيعين يا من بابه مفتوح للطالبين يا من سبيله واضح للمنيبين يا من آياته برهان للناظرين يا من كتابه تذكرة للمتقين يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين يا من رحمته قريب من المحسنين سبيله واضح للمتقين يا من تبارك اسموه يا من تعالى جدوه يا من لا إله غيره يا من جل ثناؤه يا من تقدست اسماؤه يا من يدوم وبقاؤه يا من لاظمت وبهاؤه يا من الكبر يا رداؤه يا من لا تحصى آلاؤه يا من لا تعد نعماؤه سبهان كيان هل تعلمون أنهم في منهجهم الاستنباطي الطوسية القذر في حوزة النجف حينما يعتمدون الأصول العملية التي يدرسونها في علم أصول الفقه ويطبقونها على مساحة واسعة في حياتهم الدينية والدنيوية هم يقولون من أن الأصول العملية هذه لا تنتج لنا حكما شرعيا وإنما تنتج لنا وظيفة عملية لا تمثل حكما شرعيا إنما هي تنفيذ لوظيفة شرعية بنحو المسامحة والتساهل يقال لها حكم شرعي ظاهري حينما نعمل بأصل الأسوة إننا سنصيب الواقع لأننا سنأخذ الحكم من معدنه من محمد وآل محمد نقرأ في زيارة آل ياسين حيث إمام زماننا يعلمنا حدود أصل الأسوة من الجهة العملية هذه الزيارة وردتنا من الناحية المقدسة وإمامنا يريد مننا أن نقرأها وأن نتدبر فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر هكذا نقول في الزيارة الشريفة نخاطب الحجة بن الحسن نقول له وأنا ولي لك أنا وليك يا ابن رسول الله وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخدتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه وهم قالوا لنا ما من شيء إلا وهو في الكتاب والسنة في سنة محمد وآل محمد ما من شيء لكن عقول الرجال لا تصل إلي لوحدها بتوفيق وتزديد من إمام زماننا يمكننا أن نصل إلى تلك الحقائق أعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من رواة الحديث حتى يكون محدثا فقيل له يابن رسول الله قيل للصادق هذا الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه فقيل للصادق أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث هذا هو منطق دين العترة أما هذا الذي يتحدثون عنه في أصول الفقه وما يسمى بالأصول العملية وغير ذلك فهذا هراء في هراء في هراء أقرأ عليكم مرة أخرى ما قرأته عليكم قبل قليل أنتم طبقوا هذا المضمون على مضامين تلك الفتاوى فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخدتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه حينما نعود إلى أحاديثهم وإلى تفسيرهم إلى قرآنهم وقد قرأت ما قرأت عليكم في الحلقة الماضية مما يرتبط بزينة المرأة مثلا إلى سائر الموضوعات الأخرى أحاديثهم تشكل مذاقا واضحا وتشكل ذوقا يختلف عن ذوق الأعراب وعن ذوق سقيفة بني ساعد لكننا إذا وجهنا أنظارنا إلى ذوق سقيفة بني طوسي فإن ذوقهم كذوق المذاهب العباسية الأخرى ولذا تراهم يقولون من أنه لا فرق بيننا وبين المذاهب الأخرى ومن هنا جاءوا فقسموا أمور الدين إلى ما هو ضروري في الدين وما هو ضروري في المذهب وكل هذا ليس له من عين أو من أثر في القرآن أو في حديث العترة الطاهرة تلك هي ابتداعاتهم وقبل قليل قرأت ما قرأت عليكم كيف أن الأئمة يحذروننا أن نكون مبتدعين فأن نقول في الدين ما لا نعلم وهذا هو الذي يفعله مراجع النجف وكربلاء صدقوني هذه الألقاب الطويلة والعريضة فارغة المعنى حينما يجلس المرجع فيما بينه وبين نفسه يرى نفسه فارغا لا شيء عنده وحينما ترد الأسئلة عليه يرى نفسه عاجزا لكنه لا بد أن يصنع الإجابة عليكم أن تفرقوا بين الذي يجيب إجابة حقيقية وبين الذي يصنع الإجابة إجابات رجال الدين في حوزة النجف وكربلاء هي من النوع الثاني من نوع صناعة الأجوبة صناعة الأجوبة فن ويكتسب بالخبرة الطويلة ويكتسب أيضا من المجادلات ومن دراسات المنطق وعلم الكلام والجدل وغير ذلك عليكم أن تفرقوا بين الأجوبة الحقيقية وبين الأجوبة المصنوعة يمكنكم أن تشخصوا هذا قارنوا بين أجوبتي لا لأنها أجوبتي ما هي بأجوبتي أنا لا قيمة لي أخرجوني من المعادلة أنا ناقل لكم عن أئمتكم قارنوا بين أجوبتي وبين أجوبتي مراجعكم كل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية حينما أقول أجوبتي لأنني أنا الذي أنقلها قارنوا بين الشيء الذي أنقله لكم في الإجابة على أسئلتكم وبين نفس الأسئلة أجاب عنها أخرون من الطوسيين ستجدون أن الجواب الذي أقدمه لكم وهو من أجوبتهم صلوات الله عليهم ستجدونه جوابا حقيقيا يدخلوا إلى عقولكم وإلى قلوبكم من دون استئذان بينما تجدون أجوبة الطوسيين أجوبة مصنوعة فرقوا بين الجواب الحقيقي وبين الجواب المصطنع هذه الكتب التي ألفها مراجع النجف وكربلة في شتى الاختصاصات هذه كتب مصطنعة من هذا النوع من نوع صناعة الأجوبة صناعة الكتب فارق كبير بين منطق العترة الطاهرة وبين هذا المنطق المصطنع منطق الأكاذيب والدجل ولذا هم بارعون في التثويل والتجهيل والتضليل المشكلة ليست فيهم المشكلة في الشيعة لقد استأنسوا التثويل والتضليل والتجهيل حتى لو أنهم افتقدوا ذلك يبحثون عن أحد يضحك عليه هكذا أنشأوهم هذه حكاية أجيال منذ بدايات الغيبة الكبرى الغيبة الكبرى بدأت في شهر شعبان سنة 329 للهجرة لكن مشكلتنا وطامتنا الآن مع المذهب الطوسي مع مذهب الخراء هذا الذي أسس سنة 448 للهجرة حينما انتقل الطوسي اللعين من بغداد إلى النجف وأسس حوزة النجف المشؤومة أعود إلى ما جاء مذكورا في زيارة آل ياسين فالحق ما رضيتموه والباطل ما أسخدتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه هذه المضامين في فتاوى الشذوذ الجنسي أسأل الشيعة عموما وأجيبوني اعتمادا على فطرتكم إن بقيت فطرتكم سليمة لأن مراجع النجف قد أدخلوكم في منظومة خفث الولادة ومنظومة خفث الولادة تنتكس فيها الفطرة انتكاسة إلا برحمة من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هل مضامين الفتاوى القذرة التي حدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة تأتي في سياقي المعروف الذي يأمرون به والمعروف ما أمرتم به أو أنها تأتي في سياق الحق الذي يرتضونه فالحق ما رضيتموه ماذا تقولون أنتم هذه صور تقريبية لتطبيق أصل الأسوة وإلا فالمطلب واسع وكبير جدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير و بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس به ظلام للعبید صبحانه كيان الغام أعتقد أن المشكلة باتت واضحة لديكم المشكلة في الإعراض عن منهج الغديرين في الإعراض عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم والإعراض عن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم ألقوا بأنفسهم في أحضان النواصب والسبب هو الطوسي السبب هو الطوسي المراجع الآن الذين يتابعون برامج عارفوا الحقيقة إن لم يكونوا يعرفونها ولكنهم سيصرون معاندين عندي معلومات عما يدور في مجالسهم لو أخبرتكم بما يقولون مؤيدين لكلامي من جهة الصحة العلمية ولكنهم من الجهة العملية يرفضونه يريدون البقاء على ما هم عليه لو لا أني سأكذب لأخبرتكم سأكذب إذا نقلت لكم الكلام من دون أسماء سيكون فاقداً لقيمته وإذا نقلت لكم الأسماء سأكذب ربما أنتم الذين تكذبونني وتتصورون أني أنقل هذا الكلام تأييداً لما أقول مشكلتي مع الواقع الشيعي كبيرة جداً وليست اليوم منذ زمن بعيد أقرأ عليكم من كتاب المبسوط في فقه الإمامية للطوسي مؤسس المذهب الطوسي اللعين المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة الرابعة بعد العاشرة في مقدمة كتاب المبسوط للطوسي والذي استعار اسمه من كتاب الشافعي كتاب الشافعي الأم عنوانه الأصل المبسوط ويمكنكم أن تجدوا هذا في كتاب الفهرس لابن النديم وهو كتاب معروف كتاب قديم ومعروف هو فهرست لكتب المؤلفين فحينما تحدث عن كتب الشافعي ذكر من أن كتابه الكبير وهو الأم الذي يسمى في أيامنا هذا الكتاب اسمه المبسوط والطوسي أخذ الاسم من هناك هو لم يخبر بهذا لكنني أنا الذي أقول من خلال تتبعي وتطقيقي وتحقيقي في الكتب هكذا يقول الطوسي وكنت على قديم الوقت وحديثه يعني على طول الخط وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك يشتمل على أي شيء يشتمل على تفريع المسائل مثل ما يجري في كتب ومناهج المخالفين لأنه تحدث عن هذا في المقدمة تحدث عن أن المخالفين ينتقدون كتبنا في زمانه في الزمن القديم حينما كانت الكتب لا تشتمل إلا على أحاديث أهل البيت فأولئك النصاب من نصاب سقيفة بني ساعد ينتقدون كتبنا الطوسي يقول إنني أريد أن أؤلف كما يؤلف نواصب سقيفة بني ساعد وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إلي فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نية أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه الشيعة لا يريدون هذا وهذا منع للوالدين راكض ورانا إلى أن سقطنا طياح حظ أنت شك تريد من الشيعة منع الوالدين تتوق نفسي إلي فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نية أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه ما نريد نحن نريد كتب أئمتنا منع الوالدين بس بعدين سواه سواه أسس مذهب وأسس حفزة أو طياح حظ الشيعة من ذاك اليوم من هذا اليوم وتضعف نية أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه في هذا المنهج وهذه الطريقة وترك عنايتهم به لأنهم ألف الأخبار أية أخبار إنها أحاديث الأئمة ابن الكلب شو تريد من عندنا أحاديث الأئمة في زيارة الجامعة الكبيرة هكذا نخاطبهم كلامكم نور لا تحتاج إلى إضافات أخرى منعوا الوالدين شو تريد من عندنا أنت لأنهم ألف الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ يعني أن كلام الأئمة واضح لماذا تريد أن تعقده أنت الأهم الرسائل العملية الشيعة لا ينتفعون منها يقرؤونها ولا يفهمونها لأنهم ألف الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم اللفظ المعتاد هو لفظ الأئمة انت ليش تريد تغيره بن القندرة ليش تريد تغيره حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها والله لا يقصر فهمهم بس انتفت كلب ابن كلب وهم مطودة ما اخصص وعملت بينا عمل سود عرفتم من اين جاءت المشكلة هؤلاء طوسيون لم يلجأوا الى حديث اهل البيت ولم يتمسكوا باصول اهل البيت اصلا لا يعرفون الاصول التي قال الامة من اننا اصلنا الاصول لكم وعليكم التفريع انهم جاءوا بالاصول العملية جاءوا بها من النواصب او من عند انفسهم من مبتدعاتهم ومن استحساناتهم الخرقاء هذا هو الذي يجري على ارض الواقع هذه الصورة صورة الطوسي هي هي التي في هؤلاء المراجع الذين قرأتوا ما قرأت عليكم من فتواهم فساواهم بل ما هو اسوأ من الفساوى من هذه القذارة والنجاسة التي ترتبط بموضوع الشذوذ الجنسي وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا ان شاء الله تعالى لكنني اذكركم تابعوا هذا البرنامج تابعوا الاعادات صدقوني هذا البرنامج خزانة هائلة من المعلومات ستطلعون عليها ستتعجبون كثيرا نحن لازلنا في بداية الموضوع التفاصيل كثيرة وغريبة وعجيبة جدا 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 أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم من الدخيين الثولان الخوثان الأغبياء أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله